السلام عليكم انا لطيفة من المضيق المشكلة لي طالت علي ما ما حكيتوشي وما عاودتوشي وما انا عندي المشكلة اول حاجة عندي المشكلة عندي بنيتها عندها 8 سنين وعانيت معها بزاف بزاف ماشي غير شوية ثلاثة العمليات اللي كنديرليها على رجليها في نفس البلاصة وكتقره نايا عندي وراجل نهارلي ولدت اسمح فيها ومشا تجوش في نفس الوقت اللي انا كان عاني معها 8 سنين وانا كان عاني مع بنتي هو تجوش عادي مشا تجوش عمل ولدات استعقار لا يبالي يعني حتى من الواتساب والتليفون يبلوكيني ما كيجاوبشي ما كيسولشي اذا سولتانا شي مرة مرة كيحسبني بحاشة وحدة عادية ولا يسبني ولا يعارني ويطفيه وانا ما عنديش وما عنديش سكنة وراسي صبرت عليها بزاف ماشي غير شوية ولكن على بنتي ما نصبر شي لانا عندي اخوتي دبا وابالله رحمه مدفة 94 وخلى شي ارض وخلى شي موهم خلى لي قسم الله قالبتوم وطالبتوم وطالبتوم رفضوا انهم يعطوني حقيلة لي لي ولا الخوتي اخرين اللي هما خوتي من يما وابالنش طبعا وتعدبت واحد العادة باللي ما نقدرش نوصف عليه وعلى ذلك مرضت مرضت في الفين وثمنتاش قطعت واحد المرضى اللي دوست فيها مرضى اللي كنت قربت للموت بالاعصاب وقترت تفكير على بنتي والمعاناة ديالبنتي والحرقة ديالبنتي وشك والله ما ما قدرتش نفتح قلبحتالش حد يعني يعني اعيت واحد درجة ما نتصورش وبباها ما مصوقش وانا كان عاني وكان مشي عند خوتي وكان عاود نمشي وكان عاود نطلبهم يعطوني حقي بتكشلي قسم الله على الاقل نشريغي السكنة لبنتي لانا بنتي هي حياتي هي عمري هي كل شيء اصبرت على اي حاجة في هالدنيا الا بنتي الا بنتي باش تشرد لي ودبقى لي بلا سكنة ودبقى لي بلا يعني نقصها كل شيء انا بنتي ما خصنيش نضيعها وما خصنيش انا خصني تكبر بنتي دلقاني انني عندي الضردية اللي بيتشكون هي وبغيت بنتي تقراو هي مرتاحة وبغيت بنتي تنعاسو هي مرتاحة وبغيت شواحة يتدخل مسؤولي المحاميين شي قاضي يتدخل معايا فالدعوة هدي لان اختي قصحين بسزاف جيتهم يعني عيد من مشي عيد من رغب فيهم عيد من ترجى فيهم يشوفوا من حالتي انا مشي كنسعى عليهم ولا كان قولهم معطوني شي حاجة اللي هي ديالهم لا انا كان قولهم معطوني شي حاجة اللي هي ديالي اللي حلال الله عليها الورد يالبا يعني وخالجيني اللي قسم الله الاقل الاقل غا نشري السكنة البنتي ونستدع ليها يعني بنتي تكوف امن يعني دب انا بعد هاد المرضى هادي ممقش كانت تسوق لشي حاجة يعني فكرت وفكرت وفكرت وما جبرتش الحل انا قالوا اللي مشي دعينا مشي نتعد المحام يطلب لي واحد تاما اللي هو باهد يعني دربة اللي ولا طلب لي ستين هالف ريال عاقل لي من بعد خستك دعطيني ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة فهمت ولا تقسم معايا نص بنص وعلى ذلك الدعوة عطول شوف عام شوف عاماين شوف تلت سنين وانا بنتي دبا عندات من السنين ومع سبتالي كانت هزة قاعد الناس بديت ما بقعت لا خدمة لاوالو والخدمة غير هاي درامة كافياش والمدخول ما كاينش وانا جنفكر في المستقبل دبنتي انا بخلاصة القول كان طالب بالحق دبنتي حيتاش بنتي ما عنديش فين سكنو انا وبنتي ما عنديش فين سكنو انا على راسي صفارت حتى عيت وكل شي قلت ممكن يقوز كل شي قلت ممكن يفوت ولكن باش بنتي تضيع وما دلقاش فتسكن وبنتي دبت مسكينك تتألم اش حال من الحاجة ما كنلقاش بنشريرها ليها اش حال بزاف بزاف بنتي ما اخصى شي قاعدة بنتي يخسني ضحقت بابا ش نحقق به المستقبل ببنتي اللي انا ما حققتوش راسي انا عانيت بزاف باباها ممسوقش باباها تجوج عدو ثلاثة الوليدات ساكن مهم داير داك شي اللي يبغى حالي هادي ما تقولش بنتو احتى في العيد لا الصغر ولا الكبير ولا رمضان ولا العواشر ولا هادي ما كيستوقش انا كنظر كنسكي على قلبي وكان صوني كنصوني بعدها باش كنبينشي اللي بنيا داك الحقرات دي اللي عواشر باش بنسي كتقول انغافر باباو على ذلك والي لا هايل الله محمد رسول الله انا خلاصة القول كان طلب الله يخليكم الله يرحم الولدي اللي عنده شي فكرة وشي مشؤول وشي محامي ولا شي قادي ولا المحكامة ولا اللي كان يدخل معايا ناخد الحق ببالي اللي مر بعود الصعير اللي هنا انا ضايعة منو وما عنديش وكنستعمل الدوا خمسين الفرنك في الشهار دي الدوا الى ما عملتاش ينطح للأرض لانا خمرت مرض مزمين لما يمكن ليش نوقف الدوا لو قفت الدوا انطح للأرض وكيطلع لي الطنسيون وكنت عصب وكان مرض وانا هاد شي كامل ما شيع لي انا هاد شي كامل انا على بنتي موسيقى